الهلال السوداني ولع في المجموعة وولعت وشعللت وزلطت الهلال السوداني بيحول تأخره من هدف لتقدم بهدفين في الشوت الثاني والهلال السوداني شكل تاني في الشوت الثاني الهلال السوداني شكل تاني في الشوت الثاني قدام الأهلي وقدام القطن الكاميروني غزل القطن في الشوت الثاني فالدنيا ولعت في مجموعة الأهلي سندون ستة الهلال ستة الاهلي لسه القطن خلصان فالاهلي ما قداموش غير الفوز وبس تعادل لا لازم فوز لان خلاص الهلال دخل وخلاص معه ست نقاط وصندونز رايح له وعافية طول بعرض لازم يكسب صندونز هناك ولو كسب صندونز هناك هيبقى تسعب والعملية ايه شعلت فالاهلي ما قداموش فرصة تانية غير انه لازم يكسب صندونز بكرة والاهلي قادر على انه يكسب صندونز بكرة المباراة ممكن تقول صندونز بيلعب كورا حلوة صندونز الفرقة الوحيدة لفرقيا يا جماعة ما تحسش انه افرقيا في لعبات ازاي قول ازاي ما سمعتش قول ازاي فرقة بتنقل حلوة اوي فرقة ما بتلعبش لعبة بعنيف فرقة بازاي بيزيدوا بكسافة ويدفعوا بكسافة بس نقطة ضعفهم لازم خلط دهرهم يعني انت لو استغلت المساحات الفض دهرهم وعندك المجدرة في انطلاقات حسين الشحات وحمد عبدالقادر اللي مقصرين الدنيا بس مين بقى رص حربة اللي هيترجم ده اللي السؤال اللي احنا هنقوله هيلعب بكهرباء رص حربة ويخلص الليلة ولا هيبقى فيها افتكاسات من الكولر لان بكرة لها وقت الافتكاسات وخلي بالكم فرقة الساندونز بتنقل فرقة بتعتمد على الاستحواز وبتنقل وبتزيد بكسافة وما بتلعبش لو بتلعب بكرة بعشرة تلاف متفارج لو هتلعبها بخمسين الف بمئتين الف متفارج ما بيتهزوش فرقة بتعرف تزيدوا الكرة ازاي بتعرف تنقل بتعرف تزيد اجناحة عندهم اجناحة في اليمين وفي الشمال وسرعات وعالجول ما بيضيعوش كتير لكن نزال زي ما بقول نقطة ضعفهم فالهلال السودان النهاردة لعبك المجموعة لعبكها لعبكها ليه بقى؟ لان طبعا كده عنده تموح اول مباراتين فايز على مين؟ فايز على المرشح رقم واحد في البطولة ولازلت بقول الاهلي هو المرشح رقم واحد في البطولة فالهلال لما يفوز على الاهلي ويفوز على القطني الكاميروني بست نقاط المعنويات اللوز اللوز وطبعا رايق والمزاجة ايه؟ رايق والغزالة رايقة فطبعا الهلال رايح له ساندون والعملية لو كذبه صعبة فالنادي الاهلي لازم يفوز لازم يفوز لان هي الصلاة القطني الكاميروني خلاص القطني برا الليلة اللعبة كله مين هيخبط في مين؟ الهلال خبط في الاهلي لسه الهلال جاء القاهرة لا الاهلي جامد فالاهلي لازم يفوز ويفوز بنتيجة مستريحة والاخطاء مش مقبولة كولر عنده فرقة تقيلة النادي الاهلي يا جماعة عشان يبقى بالتفقين النادي الاهلي فرقة تقيلة النادي الاهلي فرقة عندها خطوط قوية جدا النادي الاهلي لو بصينا محمد الشيناوي اسم كبير بس ما عادش غلطات يا شيناوي كفاية غلطات اسم كبير وصد داربتين جزاء في مفرطين والتلتين لكن فيه اخطاء سهلة بتدخل وعلى فكرة والاخطاء دي احيانا ما ماتش بيخلص بسببها فمش لازم اخلط وصلح هي دي الفكرة عندك محمد عبد المنعم صخر الدفاع ولعب انا بقول لعب تقيل بطرابش ممكن ماشاء الله تبارك الرحمن عندك محمود متولي عندك طبعا محمد هاني عندك اذا كانش محمد هاني لا بس ده بقوله لازم يبدأ بمحمد هاني علي معلول مالك الحلول قدل الاربعة لورا اربعة تحن نص ملعبك ما ينفعش تلعب غير بالسلية وديانجوحام التلاتة لازم تلعب بيهم عشان تبقى انت ضامن لان انت ماتش بكرة محتاج قوة ومحتاج لياقة بدنية ومحتاج انتشار في الملعب ومحتاج سيطرة ومحتاج ناس تشتغل هجوميا ودفاعيا لان الفرقة دي زي ما بقول نص ملعبها وهجومها فرقة تقيلة فانت الميزة انه يبقى عندك لعيبة بتضغط عليهم وتحاول تستخلص القرى والقرى ما تبقى مع النادر الاري وهي دي بقى النقل اللعبة والتحولات السريعة من الدفاع للهجوم اللي بيمتاز بها النادر الاري وطبعا تحركات حسين الشحات وتحركات النجم الكبير طبعا عحمد عبدالقادر وراسع حربة اللي بتمنى اللي بقول له كهرباء كهرباء هو اللي هيخلص الليلة اللي هيترجم الليلة كلها كهرباء فكهرباء المفروض يبقى راس حربة هو اللي بيخلص وزي ما خلص بيكون محطة تشكيل النادر الاري معروف عنده دك بودلاء قوية عنده بودلاء في كل الاماكن بس الاهم انه يخلص المباراة بدري لانه كل دقيقة بتعدي بتكون في صالح ساندونز وساندونز فرقة هتنزل هتحاول تخطف ولو خطفت بيمثل ضغط على النادر الاري لكن خبرات النادر الاري وكولر واسام النادر الاري والنادر الاري البطولة دي زي ما بتقول لعبته النادر الاري دي بطولة المفضلة ولزال النادر الاري بقول المرشح رقم واحد فالبطولة في ايدي النادر الاري بس المهم انه يكسب بكرة ويكسب مكسب مرتاح علشان المعنويات ترجع لان النادر الاري بعد هزيمة الهلال والشكل السيء جدا اللي بقوله في الشوت الثاني النادر الاري ما كانش هو النادر الاري النادر الاري الشوت الثاني يا جماعة فرقة متهلكة فرقة دفاع مستباح الليلال ضيع كتير الشوت الثاني الليلال كان ممكن يزود اثنين وثلاثة الاهل الشوت الثاني حتى في كاس العالم القندية فيه سرحان كده مع اللعيبة النادي الاهل اللي كان بلاس تسعين بقى بيدخل اهداف في الشوت الثاني الاخيرة من المباراة دي مش من عادة النادي الاهلي ففيه حاجة غلط فيه حاجة مش مظبوطة في النادي الاهلي لما بتلغبط بتفتح وده غلط انت هتلاعي فرقة ما ايه انا بقول فرقة هي فرقة بتلعب كورة حلوة لكن مش فرقة اقدر اقولك اللي النادي الاهلي ما يقدرش عليها لا الاهلي يقدر عليها وعلى عشرة زيه دا اذا لعبتي الاهلي فيئة لعبتي الاهلي فيئة اللي يقى البدنية نص بالعب النادي الاهلي بقول لو عايز يكسب يبدأ بالتلات دول السلية حامن فتح ايضان لانهم عن ض blanc دارة على القطع الكورة على منع الهجمات على النادي الاهلي على صنع الاهجمع وبداية التحولات من الدفاع للهجوم فالنادي الاهلي بكرة لعبك المجموعة الهلال السوداني لغبت الحسابات على الناد الاهلي الهلال السوداني فاز على القطن بعد ما كان متأخر والشوت التاني الهلال بلعب كورة حلوة جماعة شوت تاني بدليل كورته اللي عملها قدام الهلالي في شوت تاني والنهاردة كمان قدام القطن في شوت تاني المهم الهلال خلاص كده معنيواته عالية وداخل طبعا انا بقول في فرقة يعني ممكن تنام لكن مش ترشح للبطولة انا بقول اهو الاهلي اذا فازت الاهلي لازال مرشح وهو الاقرب للبطولة فالمباراة الاهلي لازم يخلصها بكرة وزي ما بقول عامل الوقت اذا ما خلصتش بلري ساندونزا يدخل في الجيم ساندونزا يروح ساندونزا هيهدف فالناد الاهلي لازم يقتل المباراة من بدايتها الشوت الاول هو كلمة السر لان الشوت التاني لازال في علامة استفهام على اداء الناد الاهلي في شوت تاني شفنا المباراة اسوان شكل ومباراة الهلال شكل تاني فانا بنقوله هوت والتغييرات واللعبة في التشكيل غلط انا بقوله هو كولر مش كل شوية يقلف يعني بنشوف حسين الشحات مكسر الدنيا في اليمين ممكن يجيبولك في الشمال ممكن يلعب مركز عشرة ممكن يقعد يلعب بالسولية وديانج ويلعب بقافشة قدامهم فالمهم حسين الشحات بايمين ميروحش حتى كارية وكمان من اللي في الشمال احمد عبدالقادر وكهربة رص حربة مفيش فيها تأليف واذا مفيش كاربة يبقى محمد شريف على طول كده كل واحد يلعب في مكانه المهم البطولة المجموعة اتلغبطت واتصعبت لكن خبرات النادي الآلي واسم النادي الآلي ومدارب النادي الآلي قادر على انه يحول الدفة لاتجاه النادي الآلي والنادي الآلي يسعد في المجموعة انا بقوله عنده المقدرة يسعد كأول الآلي بس من امتى اذا فاز على ساندونز بكرة باداء كويس وبنتيجة عالية وبثقة لجمهير واستغلال عشرة تلاف متفرج المهم هنشوف الماتش بكرة وهنعمل فيديو طحن طحن مع عن اهل والزمالك والماتشين هنشوفهم اذا عجبك الفيديو سلام عليكم